اهلا بكم طلاب ودكاترة البشمهندسين الصف السادس الابتدائي مع حل تدريبات الدرس الرابع والدرس الاخير في منهج رياضيات الصف السادس الابتدائي اتمنى ان يكون كنت عند حسن ظن حضراتكم في الشرح وحل التدريبات ادعموني بالاشتراك بالقناة ديصل الكل جديد اكمل ما يأتي الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة في مجموعة البيانات يسمى ده بنسميها جماعة المدى اذا كانت درجات بعض التلاميذ تتراوح بين 30 و90 فان المدى للدرجات بيساوي لازم تطرح اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة يبقى هقول التسعين ناقص التلاتين حيساوي ستين هالمدى لمجموعة القيم 19 و14 و39 ناخد اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة اللي هو التلاتة 19 ناقص تلاتة يفضل 16 اذا كانت درجات خمس تلاميذ في احد الاختبارات 29 33 59 40 36 فان مدى هذه الدرجات يساوي اكبر قيمة 59 ناقص اصغر قيمة هي التسع وعشرين ناقصهم تسع ناقص تسعة سفر خمسة ناقص اتنين تلاتة تلاتين اذا كان المدى لدرجات بعض التلاميذ هو 34 واقل درجة هي 45 فان اعلى درجة هي بالمنظر ده يبقى لازم تزودهم على بعضهم تقول 45 زائد 34 وتجمعهم 5 زائد 49 و4 زائد 37 سبعة 79 المدى لمجموعة البيانات اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة اذا كانت اعلى قيمة في البيانات 95 والمدى هو 48 فان اقل قيمة في البيانات هي تمسك الرقمين ده يتنقص من بعض يبقى يقول 95 ناقص 48 خمسة ناقص 8 مايصحش استلف من التسعة التسعة تبقى تمانية والخمسة تبقى خمستاشر عشان الواحد بعشرة خمستاشر ناقص تمانية سبعة وتمانية ناقص اربعة اربعة يبقى 47 المدى لمجموعة البيانات الاتية هو اكبر قيمة فيهم هي التمانية وتلاتين واصغر قيمة فيهم هي الخمستاشر تمانية ناقص خمسة تلاتة وتلاتة ناقص واحد اتنين تلاتة وعشرين اوجد المدى لكل مجموعة من البيانات الاتية المدى اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة اكبر قيمة فيهم هي التلاتة وعشرين ناقص اصغر واحدة فيهم هي التمانية تلاتة ناقص تمانية مايصحش استلف من الاتنين الاتنين تبقى واحد والتلاتة تبقى تلاتة عشان الواحد بعشرة تلاتة عشرة ناقص تمانية يتبقى معايا خمسة والواحد محدش معايا ينزل يبقى خمستاشر المدى للقيم دياتي اكبر قيمة فيهم هي العشرين ناقص اصغر قيمة فيهم هي الاربعة عشرين شين منهم اربعة يبقى ستاشر من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل المدى بيساوي اكبر قيمة في المدى هي كانت عند الخمستاشر ناقص اصغر قيمة كانت عند الاتنين هي اللي عندها النقطة يبقى تلاتة عشر من مخطط الصندوق المقابل المدى بيساوي المدى كانت اكبر قيمة عند الستة ناقص السفر يبقى ستة ناقص سفر بيساوي ستة من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل المدى بيساوي اكبر قيمة عندها النقطة الحمراء هي السبعة ناقص اصغر قيمة عند مين عند السفر سبعة ناقص سفر هي سبعة لاحظ مخططات الصندوق الآتية ثم أكمل الربع العلوي الربع العلوي بينتهي عند المستطيل بينتهي عند كام دي تسعين ودية مية يبقى في النص دي خمسة وتسعين الربع السفلي بيبتدي في أول المستطيل جاي عند الستين المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة أكبر قيمة هي المية وعشرين هشيل منها أصغر قيمة اللي هي لاربعين هيتبقى معايا تمانين الوسيط هو الرقم اللي في المنتصف اللي بيكون موجود في المستطيل هذا المستطيل في رقم في النص موجود هنا ده واجه عند مين دي سبعين ودي ثمانين يبقى في النص خمسة وسبعين يبقى ازا الوسيط خمسة وسبعين الربع العلوي آخر المستطيل موجود عند مين عند السبعة الربع السفلي موجود عند أول مستطيل هو الاثنين المدى أكبر قيمة اللي هي التمانية ناقص أصغر قيمة اللي جايب عندها النقطة الحمرة يبقى تمانية ناقص سفر تمانية ناقص سفر بيساوي تمانية الوسيط الرقم الموجود داخل المستطيل هذا المستطيل رقم في النص دياتي اللي هو كام للخمسة الربع العلوي عند المستطيل في آخر اثنين وثلاثين الربع السفلي أول مستطيل اربعة وعشرين المدى أكبر قيمة واصل لها الخط لأجل قيمة واصل لها ايه؟ الخط اربعة وثلاثين ناقص عشرين اربعة ناقص سفر اربعة تلاتة ناقص اتنين واحد يبقى 14 الوسيط الرقم داخل المستطيل هو كام التلاتين اقرأ ثم اجب مخططة التمثيل بالنقاط يوضحان أعمار أعضاء محبي ممارسة الجري مقابل أعمار أعضاء محبي التنزه سيرا على الأقدام أعضاء محبي ممارسة الجري حسب العمر كل واحد فيهم جيب لي فيهم ايه؟ العمر بتاعه وكام شخصهما يبقى المدى بتاعهم أكبر حاجة اللي هي أربعين ناقص أجل حاجة واصل لها اللي هي الخمستاشر سفر ناقص خمسة مايصحش استلف من الأربعة الأربعة تبقى تلاتة والسفر يبقى عشرة عشرة ناقص خمسة خمسة وتلاتة ناقص واحد اتنين يبقى دي خمسة وعشرين والمدى أكبر قيمة هي ستين حشيل منها أصغر قيمة اللي هي العشرة ستين ناقص عشرة خمسين في أي مخطط يعطي المدى صورة أكثر دقة لوصف انتشار بيانات الأعضاء طبعا الأعداد لما تكون جريبة من بعضها أحسن ما يكون الأرقام في رقم زي كده بعيد منهم اللي احنا بنقول عليها قيم متطرفة فإحنا هنختار إيه؟ نقول المخطط ألف لعدم وجود قيم متطرفة فكر يقول عمر أن مدى البيانات الموضحة على مخطط التمثيل بالنقاط المقابل هو 12 يقول صديقه رامي إن المدى هو 7 من منهما على سواب؟ بجيب أكبر قيمة اللي هي العشرة وأصغر قيمة اللي هي الثلاثة بنجسهم من بعض عشرة ناقص ثلاثة يتبقى معي سبعة يبقى إذن رامي هو اللي على سواب رامي على سواب تقول أروى أن مدى البيانات الموضحة على مخطط التمثيل بالنقاط المقابل هو 30 فهل توافقها؟ طبعا إحنا هنمسك الـ 45 نجس منها كام؟ نجس منها عشرة يبقى الـ 45 نجس منها عشرة هيفضل معي 35 هي بتقول إن المدى 30 لا أوافق لأن المدى 45 نجس 10 بيساوي 35 وليس 30 دعمنا بالاشتراك بالقناة ليصل بكل جديد شكرا لحسن تعاونكم معنا شكرا لحسن تعاوني